الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى هذا اللقاء عن تفسير حلم السبيك الزهبية في المنام فتابعونا وما تنسوناش بلايك وشيروا الاشتراك في القناة وجزاكم الله عز وجل عنا كل خيرا رؤية سبيك زهب في المنام يدل على أن مال الحالم قد يذهب كما أن رؤية الحالم وهو يربح سبيك من الزهب في المنام مؤشر على أنه سيعاني من الضيق والحزن في حياته كما أنه يشير إلى غضب الحاكم على الحالم أما من رأى أنه يسبك الزهب في الحلم فيدل على أنه سيقع في الشرك نعوذ بالله من ذلك اللي بيصنع سبيك يعني تفسير رؤية الزهب الأبيض في المنام يشير إلى أن الرأي يمتلك أشياء قديمة وقيمة لكنه لا يدرق قيمتها الحقيقية رؤية بيع الزهب الأبيض في الحلم دليل على إهمال الحالم لأشياء سمينة وقيمة مثل زوجته أو أطفاله رؤية هدية الزهب الأبيض لكن الحالم لم يحتفظ به يشير إلى النصح التي يتلقاها من الناس من حوله لكنه لا يأخذ ويندم يشير تفسير حلم رؤية الزهب الأبيض والاحتفاظ به إلى أن الحالم سيأخذ النصيحة في الاعتبار ويطبقها في حياته تفسير رؤية الفضة تحولت إلى زهب في المنام فهذا يدل على تغيير في حياة الرأي نحو الأفضل وأما رؤية المعادن المطلية بالزهب في الحلم فهذا دليل على التشبه بعمل الناس في الآخرة كما أن رؤية خام الزهب والفضة تدل أيضا على نية صافية وإخلاص في الواقع والحالم الذي يرى المنسجات الزهبية في حلمه دليل على قربه من الله سبحانه وتعالى تشير رؤية الزهب المغزول في المنام إلى الرزق الدائم الذي سيحصل عليه الحالم في حياته رؤية اللون الزهبي بشكل عام متكرر في الحلم يدل على أن ظروف الحالم ستتحسن تشير رؤية أوراق الشجر الزهبية في المنام أيضا إلى تحقيق الرغبات ومستقبل مشرق للرأي إن رؤية الحالم كما لو كان يمتلك خاتما زهبيا في المنام يشير إلى أنه سيمتلك منزلا أو سيتزوج امرأة بإذن الله عز وجل تنسوا نشبه إخواننا بلايك وشيروا الاشتراك في القناة وجزاكم الله عز وجل لعنا كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته